من بداية المطشة هو عشان محدش يجي يقول يا عمه قول بسم الله م شاء الله لان كل فيديو بقول بسم الله م شاء الله والظاهر محدش بياخد باله من بداية الفيديو هو قول بسم الله م شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله والله أكبر عشان اللي هقوله دلوقتي حاجة محبطة محبطة ليه أنا كراجل زمال كاول ولكن ما شاء الله بالاحتياطي بيكسب بالأساسي بيكسب باللعبة اللي كانت مستبعدة وبقالها كتير ما لعبتش وبدأت تنزل تلعب بيكسب بتغيير مراكز اللاعبين بيكسب بلعبة مصابة مش موجودة مهمة ما شاء الله اللي قلتها بالله بيكسب الدكة أتقل من الأساسي يعني النهاردة تتفرج على المطش الدكة ما شاء الله الدكة فرقة تانية يعني انت عندك دكة وأساسي فرقتين ما شاء الله ولا قوة إلا بالله بالحرس الاحتياطي الشاب اللي كان بقاله سنين ما بيلعبش وبينزل يتقلق بيكسب بص يعني عشان بس نكون صرحة وعشان دايما لما باجأ أقول الأهلي بمنحضر والأهلي بروح الفنين للحمراء وناس تقول لي يا عم انت أتقفر نعم ما أتقفرش يا جماعة أنا راجل بزمال كاو بقالي كم سنة مثلا 25 سنة مثلا انت خرجها زي 25 سنة ولا حاجة أنا شفت ده بعيني يعني مش مثلا شعاراته خلاص اللي هو الأهلي بيلعب في الحمراء ده أي كلام ده مش أي كلام أهلي بمنحضر ده مش أي كلام ده كلام حقيقي ده كلام بنشوفه ده كلام الأهلي لو بيلعب بالنشئين بيكسب وبيعمل مطش أسطور هدولي يعني �relia ما بيخسرش مش دي الأزمة مش بقول يخسر لو ما يخسرش بقول أن الأهلي دايما في الظروف الصعبة بتلاقي دايما لما بيكون محتاج لعبت الأهلي بتلاقيهم دايما لما بيكون في زروف أو مشاكل أو مش عارف ايء تلاقيهم يعني الشناوت صاب اللي هو حارس أفريقيا الأول دلوقتي هو وياسين بونو مصطفى شبير ما شاء الله ادوله الثقة ربنا يحفظه يا رب رب يشيل كور ما بتتشلش ربنا يحفظه وثقه فيه جابه الزنفولي يبقى احتياطي لمصطفى شبير ما جابهوش حارس يركبه عليه طيب أكرم توفيق كولر اداله فرصة لعب في نص الملعب ما قداش أو يرجعه بك رايت ما شاء الله عليه رامي ربيع اللي قاعد دكة رامي ربيع شغال لما كان رامي بيلعب وياسر دكة رجع شغال كله جاهز دي الميزة يا جماعة فيه جاهزية كاملة ودايما علي معلول اللي قاله كبر وعجز وخلاص يا عم ده شكرا كده عليه ما شاء الله النهاردة عنده عشرين سنة وكولر محفظهم كورة أنا بقول من دلوقتي هو ربنا يسطر وما تتعملش في مطش الزمالك والأهلي اللي جاي أنا بحذر جوزيجو ميز من دلوقتي مدير الفن للزمالك وبقول له يا مستر جوزيجو ميز علي معلول بيجري من الشمال ويخش لغاية منطقة الجزاء ويعرضها قطرية مش عرضية يعني على حدود منطقة الجزاء بيلاقي واحد واثنين وتلاتة وجابوا منها جون كذا مرة يا كابتن جوزيجو ميز الكرة دي ربنا يسطر أبوس إيدك يا رب ما تخش فينا للمرة التالتة بكررها لأن أنا حاس أن الكرة تخش فينا في مطش الأهلي والزمالك اللي جاي يوم تماني يا مارس أنا حاسس ربنا يحينا ويحيكو يا رب أنا حاسس هيجري علي معلوم الجنب يعرضها قطرية مش هيبقى في لعبة زمالك عاملين بلوك هيروح داخل بقى حزين الشحات إمام عشور وهوب جون ببطن رجله في شمال محمد عواد على شمال محمد عواد ربنا يسطر مودست النهاردة برغم أنه ما جابش جون ولكن شفنا مودست بيجري في كل حتة في الملعب ما شاء الله ده مش سبعة وثلاثين ساعة بيجري في كل حتة في الملعب كولر بقى يدي اللعبة جورة عاية حماس رهيبة سين الشحات لما لقى ريدا ستين بيلعب لا ما تغسط ده نزل وجنن كولر جاب جون كولر دلوقتي يقول لك طب أنا في ماتش الزمالك والأهلي هلعب حسين الشحات وينجليفت ولا هلعب ريدا سليم طب برسيتاو النحية التانية طب أنا هلعب برسيتاو ولا هلعب مي ولا هلعب كريم فؤاد ما ده جاب جون وده النهاردة هحاول يعمل طب أنا هلعب أمام عشور طب معامر السلية النهاردة لعب طب ما كوكا بس كوكا تقريبا نتصبر بنا يشفي طب مرهان عطية موجود طب هلعب مرهان عطية ولا هلعب كوكا ولا هلعب مين طب أخلي أكرم توفيق بك رايت ولا رجع محمد هاني طب عمر كبار عبد روح ده أحطه فين أجيبه منين أخليش مان ولا همين ما أقول رايت جنن يعني في مبارات النهاردة ما شاء الله ولا قوة تقلي بالله انت كان عندك مودست كان عندك سليش حيات برسيتاو المفروض دليل هي التشكيلة اللي قال لي كم يلعب بيها اللي رجع وراه قال لك مرهان عطية كوكا عمر السلية اللي بقى لفترة بالعبش علي معلول أكرم توفيق محمد عبد المنعم رامي ربيعة وشوبير بعد كالشورة تانية بدأ ينزل وسامة أبو علي ما معشور أفشا بيخوفك بقى طهر محمد طهر ادد له دعم برضو ادد له فرصة فأنا بقيتها الجنن أنا مش عارف لأي لعب تشكيلة مين في الزمال يعني أنا أنا متوقع أنه كل الرغم كل يروح جاب كهرباء أساسي يعني مش عارف يعني حاسس أو مثلا ايه وسامة أبو علي يبدأ وكهرباء يبقى دكة ويستبعد مودست أنا عندي إحساس بكده وكهرباء كده كده هيكون في ماتش اللي قال لي والزمالك وهم عشور لازم يلعب طبعا يعني كده مثلا تبقى ايه شوبير وعلى يمين هاني وعلى الشمال معلول في النص عبد المنعم ورامي ربيعة لو ياسر لسه ما خفش قدامهم هيكون طبعا وهم عشور هيكون صنع ألعاب وراها هيحط كوكا ومران عطية لو كوكا خف كوكا النهارده كان عنده أصابة أتمنى تكون خفيفة يعني إن شاء الله وعنده أتمنى تكون خفيفة عشان خطر كوكا يلعب قدام الزمالك أقول له لا عشان خطر اللعبة دي كلها ده رزقهم وأكل عيشهم فأنا ما تمنيش الشر الحد فأكل عيش ده رقم واحد رقم اتنين اللعبة دي كلها احنا عايزينهم لمنتخب مصر أنا ده أهم حاجة بعد يوم تمنى تلاتة إن شاء الله في تجمع لمنتخب مصر هيكون تقريبا اتنشر تلاتة عايزين كابتن حسام حسن الأسطورة اللي أنا كنت بدعي بقالي سنين يمسك المنتخب يعمل أحسن حاجة وكل اللعبة تبقى ممتاح بك أنا حزين على أصابة الشناوي وإن شاء الله رب يموتش زمال يجزه يرجع يا رب يجزه يرجع ويبقى يعني يرجع لفورمته أنا مش يرجع وخلاص يلعب يرجع لفورمته يا رب ده الله سيدي يعمل أي حاجة مهم وفي الهجوم يحطه سلام أبو علي وشمال حسين الشحات أعتقد مشهاره وبرسي تاو يا باردة صليم دكة برضو ومش عارف هو الكلام ده كل يوم فاللي عمله كولر الفترة الأخيرة يا جماعة دي حاجة مهمة ومشكلة تخدوا بالهم منها كولر كان بقاله فترة يعني بنسبة كبيرة تحركات اللعبة في الملعب أو التعليمات اللي بيديها لهم أو التاكتكس والتشكيل اللي في الملعب كان محفوظ بصورة كبيرة يعني كان تحس أن خلاص كولر بقى بمعظم ومدربين اللي بلعبوه حافظين طريقة لعب كولر تعب الفترة اللي فتت جدا في أنه هو يجد طريقة لعب جديدة للنادي الأهلي وبقت طريقة لعب محيرة لأنها بتتغير طبقا لمجردات المباراة في الماتشة أكتر من مرة يعني كولر كان الفترة اللي فتت للأهلي كان فيها بيعمل نتائج سيئة شوية وكان الجمهور زعلان من أداة الأهلي كان كولر اللعيبة طول المباراة بنفس التاكتكس والتعليمات والتشكيلة وكان كولر رغم الأهلي مهما كان الأداء حلوة أو وحش بيعمل تغييرات متأخرة جدا لقيا دلوقتي كولر لأ كولر عدر من طريقة اللعب الأهلي بقى يلعب على لعب تاني الأهلي بقى يلعب على كابتن جوزيجو متى بتاع زمان اخد بالك اللي هو اللي هو بيكسر من ساتة تسلل ولعيب زي واسم علي وأبو علي يجري والدفاع اللي وراء والباكات هما اللي يلعبون له اللوب دي يخد بالك منها بيلعب على الاختراق من الباكات يوصل لغاية منطقة الجزاء ويعرضها قطرية على حد منطقة الجزاء عشان حد يخش يلطش خد بالك من دول يا كابتن جوزيجو متى بقوله عشان ايوم تمانية ثلاثة لما نيجي ماشي ويحصل حاجة لقدر الله يا رب الزمانك يكسر يا رب ويحصل حاجة والأهل يكسر بوجه اتكلم اقول لكم كنت قايل لو جوزيجو ميز داخل فينا نفس اللي جوان دي يبقى يمشي في ساعتها انا قايل المرح يمشي يمشي في لحظتها لان دي حاجة محفوظة دلوقتي كودر خلاص بقى بيعمل كورتين في اخر كم مطش سابتين سابتين هيجي يلبسهم لنا نبقى احنا في الكنافة الاهل يتصدر مجموعته في دوري ابطال افريقيا بالفوز على هانج افريكان زيبنا دي جيد واحد سفر باثناشر نقطة وربنا يستر بمباراة تمانية ثلاثة من الاهل والزمالك كان معاك اخوك وصريقك عمرو عاطف من قناة وصفحة صاحب الكورة شوفك ان شاء الله في فيديو جديد مجبس اشترك في القناة يا صديقي السلام عليكم